كل عام وأنتم بخير ختم الله صيامكم بالقبول وأسأل الله العظيم أن يجعل نسكنكم الجنة مع الرسول وأسأل الله العظيم أن يتمن عليكم الفرحة والبهجة والسرور وصيامنا اللهم أمين يا رب العالمين ويجعله عيد مبارك على الأمة الإسلامية أجمعين ونصر فلسطين على أعداء الدين اللهم أمين النهاردة بقى جابلكم كده فرحة العيد وتحضرات العيد طبعا ما يعلاش ولازم أن يبقى فيه ترمس وحمص ولازم أن أهم حاجة يبقى فيه برضو فول اللي هو الفل اللي هو إحنا بنبله الفل اللي هو النابت زي ما نشافين كده طبعا هنا جبت بقى هنا الترمس والحمص والفول طبعا قبلها برضو بيوم يعني بيبقى قبل الوقفة كده بيوم فبجهزهم يعني ببلهم وبعد كده بعدها بتاني يوم بغيرلهم مية وببدأ إن أنا إيه أولى على البتجاز بيكون بالشكل دوك يبعد مبل هزا بنش شافين كده وطبعا الفول بنجيب بفتا بيضة أو حاجة بيضة وبنصف منه المية وبنغطيب البفتا البيضة ديك وبنسيبه ويوم والتاني بنلاقي كل شوق يعني كل يوم أو كل خمس أربع ساعات بتخسلي الفول عشان ما يمزلقش مندك وبالسبيل حد لما يعمل معاك بالشكل ده أو يزرع معاك بالشكل ده يبقى جاهز معاك على العميل وطبعا الكحك والبسكويت طبعا كل سنة منطل طيبين ومحلاش اللجن بكبات الشاي على الفطر قبل صلاة العيد طبعا لبقى كبات الشاي كده على الفجرية مع أرصة باللبن هزا أقول لكم والله الأرص دي معمولة في البيت والصراحة يعني الأرص ديك الله يرحمها ستي كانت بتعملها بنفس الطرق ديك بتحبها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أراضيها الجنة وأن يخفر لها وجميع موت المسلمين اللهم أمين وعيدها في الجنة أفضل من عيدها في الدنيا يا رب العالمين ويرحم موتنا وموت المسلمين اللهم أمين طبعا هنا بقى جاء نظيف آآ ما شاء الله يعني كان جايب لنا هنا بقى ترطوية ويعيدنا معاه كل سنوات طيبين فحبيت إن أنا حطينا بقى الطبلية لإن إحنا مش هنقعد ولا هنرتاح إلا لما نحط الصفرة بتاعتنا وحبيت إن أنا أقدمها لهم بالطريقة ديك بالشكل ده أم طبعا قاعدين مستنيين وكل واحد بيختار للحطة اللي أنا عاوزها زي ما شايفين كده آآ فبيختاروا بقى إيه يعني بالصبرين إنه بقى ما شاء الله أنا عاوز أقول لكم إنه كانت نصها أبيض ونصهاينة بالكاكاوة والشوكولاتة وكانت جميلة جدا وطعم الله مبارك طبعا المحلات مش أي محل اللي انت جيب منه حاجة مضمون أو حاجة لها طعم برضو آآ طبعا الضمياطي أو تسبس أو آآ فيه طبعا محلات بكل بلد محروفة بالحاجة بتاعتها أو بالمنتج بتاعها وهنا بقى زي ما شايفين كده الشوكولاتات والحاجات اللي هي بتروح عن النفس واللي هي بتحسسك إن فيه عيد وفيه حاجة كده تنزيه آآ فحبيت إن أنا أجيب تشكيل الشوكولاتة طبعا لو دخلت على القناة هتلاقي برضو فيديو العيد السنة اللي فاتت إن شاء الله يعجبك برضو بالتحضرات بتاعته وهنا بقى دي شوكولاتة بيضة ودي شوكولاتة بيضة على سمراء زي ما انت شايفين كده يعني كانت تشكيلة جميلة جداً وحاجة جميلة جداً بالكاكاو وبالقرامل يعني حاجة جميلة جداً والأنواع دي عايزة أقول لكم إن أنا منقيها آآ بالنوع اللي إحنا بنحبه أو بالتشكيلة اللي إحنا عاوزينها يعني ما حبيتش إن أنا أجيبها يعني كده لأنا حبيت إن الأنواع اللي أنا محتاجيها أو اللي إحنا بنحبها نقيتها والآآ آآ الصراحة كان فيه أكتر من النوع عند التاجر فأنا حبيت إن أنا أجيب التشكيلة الرائعة ديك ويبقدمها بالشكل ضوك يا رب يكون أعجبكم بقى الفيديو وكل سنوات طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير وهنا زي منتشافين كده كان طبق الشقرات أو طبق التقديم جاهز طبعاً زي منتش عارفين بيبقى الخير كتير وطبعاً من فكها لحلويات لمقصرات لترمس وحمص لكحك وبسكوت يعني كل وقت وليه برضو إيه الحاجة بتاعته والحمد لله اللهم طبعاً نعمة وحفظها من الزوال طبعاً طبعاً تعارفين طبعاً إن العدة واقع عدة رنجة وفسيخ أو سمك وكشري طبعاً بخلف العدي الكبير بقى لحمة وكده فحبيت إن أنا أعمل معك وبقى هنا حتي في سيخة زي منشافين كده بقى هنا بقى دحل السمنة أو الزيت وبحطها بالشكل دوق دي سمكاية مخلية بوري زي منشافينها كده ببدأ بقى ننزلها هنا بالسمنة أو بالزيت زي ما حسب ما أنت عاوزة أو متوفرة عندك فأنا ما حبيتش إن أنا أسايحها أو أخليها الدوق بقل بالسمنة بحيث إن هي بس تاخد التشوحة بتحيطها وتتبل معي وبقلب على الجنب التاني أو زي ما انت شايفين كده وبخليها بحالها وكده كانت جاهزة معي طبعاً هنا البوداكاس طبعاً زي ما انت شايفين كده ببعدل من الرنجة لإن أنا أما ما حبيتش إن أنا أعمل ما عنديش مكان يعني إن أنا أعمل في الرنجة زي ما شايفين كده بنزل الملوحة بالشكل يضوك ومع عصرة اللمونة يبقى جاهزة على الأكل جنب الرنجة الرنجة بعد ما شاوتها خليتها من الشوكو كده وكده كان الأكل جاهز معي طبعاً هزا أقول لكم إن أنا ببيل الفول لإن إحنا بصرات العيد قبل صرات العيد بيبقى حاجة خففة زي كحك أو قرص باللبن مع الشاي وبعض الصرات العيد بيبقى مثلاً بيبقى شوية فول نايب الجنب حتى تجيبنا أريش وبيجي بقى على الغداء بيبقى رنجة وفسيخ بالشكل يضوك زي ما شايفين كده وبنقض اليوم على كده وهنا بقى شوية كاجو على فصدق مع شوية مكسرات دي أخر الليل وهنا بقى الكحك والبسكوت فأنا بحبيتش إن أنا طبعاً هنا الكحك يعني كانت واحدة يعني مادينة به ده الصراحة فالسنة ما عملتش السنة دي لإن أنا عندي يعني ظروف ما وزا من شايفين كده بقى طبق الفكه الجامل دوق ويرب بيكون عجبك الفيديو ما تنسى شبه للشراكة واللايك وتفعيل الجرس فضلاً وليس أمراً دعماً من كلية اكتبوا بكمنتات لو الفيديو عجبكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته